اعزائي متابعي قناة كيروكورا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس علشان يوصل لكم كل جديد اعادة المرافعة في دعوة منع مرتضى منصور من الظهور بالاعلام قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة اعادت الدعوة المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور في وسائل الاعلام ومنعه من اجراء مداخلات عبر القلوات الفضائية للمرافعة بجلسة 28 فبراير المقبل عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتح ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة قامت دعوة ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق وطلب بمنع ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات التلفزيونية او الازاعية وغيرها مع منعه من اي مداخلات هاتفية لقيامه بعمل مداخلات هاتفية تضمن تسبب مقيم الدعوة وقصفه ويذكر ان ذات الدائرة اصدرت حكما في وقت سابق تضمن رفض دعوة مقامة من المحامي طارق العوضي لمنع ظهور مرتضى منصور من الفضائيات وذكرت الدعوة ان مرتضى منصور اعتاد الظهور في الاعلام ويتطول على البعض بالسبب الفاظ غير لائقة على شاشات التلفزيون طعن مرتضى منصور على عدم الاعتداد بتعديلات اللائحة الداخلية للزمالك 28 مارس قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوة المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزير الشباب والرياضة للطعن على عدم اعتماد الجماعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 3031 اغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك لجلسة 28 مارس المقبلة وطلب مرتضى منصور في طعنه لسنة 73 الاعتداد بالجماعية العمومية التي عقدت في 3031 اغسطس والتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك وكانت المحكمة قررت في وقت سابق تأجيل الدعويين المقامين من هاني الاعتال وممدوح عباسة والتي طالبان فيها بطلان عمومية نادي الزمالك المنعقدة عام 2019 لجلسة 14 مارس المقبلة اشتركوا في القناة